حل مشكل عدم ظهور ستوري على تطبيقك الخاص تيك توك اليوم سنتعرف على هذه الطريقة من خلال ضغط على الضغط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بنزول الأسفل نضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بنزول البحث عن تطبيق التيك توك في هذه النافذة الخاصة نضغط على التيك توك ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول هنا نضغط على مكان التخزين نضغط على مسأل بيانات ثم تضغط على مسأل تخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكلة على تطبيقك الخاص تيك توك وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم من لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوعين آخر